بسم الله و صلى الله على أجمل خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني و مع الإسراء و المعراج مع آية الإسراء سبحان الذي أسر بعبده ليه ربنا قال بعبده مع إن سيدنا النبي صلى الله عليه و سلم حبيب الله خير خلق الله شفيع الخلق يوم الزحام خاتم النبيين و المرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين كل ده له ربنا قال بعبده لإن إحنا الغرض من خلقنا في هذه الدنيا العبادة و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون فأنا و إنت مخلق للعبادة و شرف العبودية لا يدانيه شرف إنه يقول بعبده هذا تشريف و تكريم و تعظيم و تعزير و توقير لسيدنا رسول الله لأن شرف العبودية لا يدانيه شرف ألب عبده أضافه إلى ذاته سبحانه و تعالى لأن النبي صلى الله عليه و سلم يشرف أنه عبد لله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبودية العبد عبد و الرب رب و رسول الله يعتز بعبوديته لربه و يعتز أنه عبد بين يديه يتقلب و يسجد و يركع و يخضع لجنابه جل و علا حسب نفسي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز و أنا أناجيه أين و متى أحب ده أنت لو عايز تئاب المسؤول لابد من موعد مسبق طب لو عايز تئاب المولانا جل و علا ما فيش موعيد ما فيش استئذان من أحد و إذا سألك عبادي عني فإني قريب و قال ربكم ادعوني أستجب لكم أم توضى و أقول الله أكبر أنت بين يدي مولاك تكلمه و يكلمك الله أنت بتكلم ربنا سبحانه و تعالى قال قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين لما تقرأ الفتحة بتكلم ربنا و ربنا بيرد عليك فلذا قال بعبده لأن شرف العبودية لا يدانيه شرف و بعدين يقول إيه أسرى بعبده ليلا ليه ليلا جابها هنا نكرة و دا إن دا ليدل على إن وقت المسير كانت مد قصيرة لأنه قبل البراق و دي من المعجزات و البراق دابة بين الحمار و البغلي يضع حافره عند منتهى بصره شوف بقى بيخطو خطو عامل زي البراق البراق من البرق من البرق الخاطف من السرعة الشديدة الليلا عشان يبقى السير قليل بالليل سيدنا النبي قلنا استعينوا بالغدوة و الروحة و شيء من الدلجة أخر الليل يعني سير في أخر الليل و بعدين الليلا عشان تبقى غيبا لتظل المعجزة غيبا يؤمن به كل من أتى بعد النبي و لم يرى النبي احنا كلنا أمنا بحضرة النبي هل شفنا النبي بايعناه دون أن نراه أحببناه دون لقياه آمنا به دون أن نجلس بين يديه لذلك لما قالوا لسيدنا أبو بكر يا أبو بكر صاحبك يزعم أنه أسري به البارحة من إله ما قالوش سرت المعراج بيتكلموا عن الإسراء الرحلة الأرضية فأليه سيدنا أبو بكر إن كان قال فقد صدق أصدقه في خبر السماء الوحي فكيف لا أصدقه في هذا الأمر لقب سيدنا أبو بكر بالصادق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى له المسجد و جمه معرفة بألمكاتش نكرة من المسجد الله يرحم سيدنا الشيخ الشعراوي يعلق على هذا و يقول لأن جميع المساجد في الأرض بيوت لله باختيار خلق الله مسجد الفتح مثلا في رمسيس جامع سيدنا عمر بن العاص اختاره أحد سيدنا عمر والصحابة قالوا نبني هنا جامع مسجد النور نبني هنا مسجد فبتقول ايه مسجد النور مسجد الفتح جامع سيدنا عمر إنما المساجد الثلاثة تقول المسجد الحرام المسجد الأقصى المسجد النبوي ليه لأن المساجد الثلاثة بيوت لله باختيار الله مش باختيار حد كل المساجد في الأرض بيوت لله باختيار خلق الله يجي واحد يقول هنبني هنا جامع إنما المساجد الثلاثة محدش اختارها هي بيوت لله باختيار الله لذلك سيدنا النبي اللهم صلي عليه لما دخل المدينة يقولوا انزل عندنا يا رسول الله الأوسو والخزرج الأنصار يقول لهم دعوها فإنها مأمورة لما باركت الناقة نزل سيدنا النبي وبني المسجد النبوي الشريف هذه بعض الإشارات والأسرار والأنوار من كلام أهل الله من العارفين والصالحين حول آية الإسراء وللحديث بقية إن شاء الله